بالنسبة نوف للريزوناس بص يا ست الكل هنا ايه نوف؟ هنا بوزيتف شارج تعتبر بالنسبة لي الكتروفيل وهنا ايه نوف؟ دابل بوند صح؟ وأنا لسه من شوية ايلم دابل بوند تعتبر بالنسبة لي نيوكليوفيل دلوقتي النيوكليوفيل هيروح يعمل اتاك على البوزيتف شارج فهيحصل ايه؟ اتاك يعني هياخد الدابل اللومبير من الالكترونات اللي موجودة اللي عاملة الرابطة دي ويحطوهم هنا هيصبح هيصبح المركب بترقة دي سي اتش سري سي اتش وبعد ما كان عليها بوزيتف شارج هيبقى ما بينها وما بين الكربونا اللي جنبها دابل بوند طيب الكربونا دي ما تأثرتش لان يا دوب الدابل بوند اتنقلت من هنا وتحطت هنا صح؟ طيب مين اللي تأثر؟ مين اللي تأثر يا نوف؟ الكربونا ده هي؟ هيصبح عليها ايه؟ هيصبح هي اللي عليها بوزيتف شارج دي تمام؟ سي اتش هي دي اللي هيصبح عليها بوزيتف شارج والمركب بقى سي اتش سري خلاص زي ما هو يبقى كل اللي عملناه نقلنا الدابل بوند من هنا خلاص من بعد ما كانت هنا نقلناها وبقت هنا خلاص؟ طيب المركب بشكل ده او بشكل ده واحد والبوزيتف شارج موجودة فاقدر اعمل المركب ده في صورة تجمع الاتنين قالك اوه بص كده معايا اده سي اتش سري سي اتش والدابل بوند هنا هعملها بلون تاني واده سي اتش سي اتش سي اتش سري خلاص؟ الدابل بوند مرة مرة كانت هنا فاعملها بخط مقطع هعملها بايه؟ بخط مقطع ماشي؟ ولما كانت هنا كانت دي اللي عليها بوزيتف شارج فاعمل بانشال نيجاتف ومرة البوزيتف ومرة الدابل بوند كانت هنا لما كانت الدابل بوند هنا كان دي اللي عليها بارشة البوزيتف اذا الشكل ده يجمع الريزونانس بتاع الشكلين دول موسيقى